بين الضجيج والهدوء دير لعم هو الضجيج أو الضوضاء ديرو وهي السكينة أو الهدوء دير لعم ديرو الدجيج الهدوء ليزا إست أين ألت شنايدرين يعني ليزا خياطة كبيرة في السن دير شنايدر هو الخياط ديشنايدرين وهي الخياطة ألت صفة تصف بها شخص ما كبير في السن أين ألتامان يعني رجل كبير في السن أين ألتفخو يعني امرأة كبيرة في السن وضدها يونغ يعني صغير في السن أين يونغامان رجل شاب أو رجل صغير في السن أين يونغ فخاو يعني امرأة شابة يعني وتعيش مع زوجها في حارة هادئة أو حي هادئ هذا زوجها هنا عندنا النوميناتف لأن الفعل زين نستخدم معه النوميناتف هنا عندنا أكوزاتيف لأن الفعل زين هو فعل بلوس أكوزاتيف وفي المثال عندنا هنا عندنا الضاتيف لأن خرف جرميت دائما بلوس ضاتيف يعني في حي هادئ حرف جرمي هنا بلوس ضاتيف عندما تقول المكان الذي تعيش فيه تستخدم حرف جرمي بلوس ضاتيف زي ليبن إن أينم جيبويد داس هوخ إيست يعيشون في مبنى عالي داس جيبويد وهو المبنى إن أينم جيبويد في مبنى هوخ صف معناها عالي أو مرتفع ديتوها نيدغيث يعني منخفض ليدا زينت دي نخبان منشمال لوت يعني للأسف لايضا تعني للأسف الجيران أحيانا ساخبون دي نخبان وهم الجيران لوت صف معناها ساخب أو مرتفع الصوت منشمال تعني أحيانا ولكن الشارع هادئ أو ساكن في كثير من الأحيان الصفة لاوت ضدها لايز لاوت عندما يكون الصوت مرتفع ولايز عكسها الصوت منخفض أو ساكن إن أونزغ نخبار شفت جيبتس في لليدن في حينا يوجد العديد من المطاجر أونزغ دامير الملكية نحن ويتغير على حسب الإسم والحالة أونزغ نخبار شفت إست شون حينا جميل في بيزوخن أونزغ نخبار شفت نحن نزور الحي الخاص بنا الفعل بيزوخن هو فعل بلوس أكوزاتيف إن أونزغ نخبار شفت يعني في حينا إس جيبت بلوس أكوزاتيف معناها يوجد أو هناك لكي تعبر أن في مكان ما يوجد شيء ما في الجملة عندنا لأن عندنا الفعل موقعه هو الثاني إن أونزغ نخبار شفت تعتبر عنصر واحد وفي الموقع الثاني يأتي الفعل إس جيبت أين باك يعني يوجدو منتزه در باك إس جيبت أين كينو توجدو سينيما دس كينو ريشت فون أونزغم جيبويدة إست أين كلينا سوبرماركت على اليمين من المبنى الخاص بنا يوجدو سوبرماركت سغير ريشت فون على اليمين من لوس داتيف فون أونزغم جيبويدة هنا عندنا الداتيف دس جيبويدة أونزغيبويدة أونزغم جيبويدة في الداتيف ein kleiner سوبرماركت سوبرماركت سغير وهنا عندنا النوميناتف لأن عندنا الفعل سين در سوبرماركت إست إما فول يعني السوبرماركت دائما يكون ممتلئ فول صفة معناها ممتلئ يعني على اليسار هناك مقهى تعني على اليسار أو يسارا حيث يشربون الناس بين الحين والآخر كوبا من الشاي يعني كوبا من الشاي يعني بين الحين والآخر اذهب بين الحين والآخر إلى السينما يعني الشارع ليس واسعا جدا بريت صفة معناها واسع بريت يعني واسع وضدها شمال يعني ضيق بريت شمال اوتوس فارن لانقزام يعني السيارات يقودون ببطء لانقزام صفة معناها ببطء من شمال زيت من اوخ اوتوس دي شنال زند احيانا يمكن ايضا رؤية سيارات سريعة الصفة لانقزام ضدها شنال ليسا بغرست gern ihre نحبارن von ihrem بالكون اوبن تحب ليسا القاء التحية على جيرانها من شرفتها فوق بغرسن فعل معناه القاء التحية اوبن يعني فوق وضدها اونتن يعني تحت او اسفل درنن ان انزارا ونو جيبت اس اين جيرويميجز زيما في شقاتنا في الداخل توجد غرفة فسيحة درنن يعني في الداخل ضدها دراوسن يعني في الخارج او خارجن اين جيرويميجز زيما غرفة فسيحة جيرويميج صفة معناها فسيح ديميته است تويا يعني الإيجار ثمن هو غالي ديميته وهو الإيجار تويا صفة معناها غالي او باهد الثمن وضدها بيليج يعني رخيص الثمن تويا بيليج ولكن ليزا ترى او تعتقد انه من الافضل السكن هنا بيسا هي صيغة المقارنة للصفة جوت جوت بيسا سيغة المقارنة ام بيستن سيغة تفضيل داس است جوت داس است بيسا داس است ام بيستن مثال آخر مع الصفة الشون داس است شون داس است شونا داس است ام شونستن دي فونه بيتت فيل فورتايل يعني الشقة تتيح العديد من المزايا الفعل بيتن على حسب السياق يمكن ان يعني قدم عرضة او اتاحة اتفاس بلوس اكوزاتيف بيتن دي فورتايلر وهي المزايا وضدها دي نختايلر المساوئ او العيوب تسم بيش بيل اين اوفتسوك يعني على سبيل المثال مصعد دا اوفتسوك او دا فاشتول هو المصعد wir haben neue möbel gekauft لقد اشترينا اثاث جديد دي موبل وهو الاثاث دارونتا ein bekvemes zofa بما في ذلك دارونتا تعني بما في ذلك يعني من بين الاشياء التي اشتريناها اريكا مريحة داس زوفا يعني اريكا بكذيم صفة معناها مريح بكذيم ضدها ون بكذيم يعني غير مريح اينا غندنتيش يعني طاولة مستديرة او دائرية غند صفة معناها مستدير او دائري دار تيش und فوهنج وستائر دي فوهنج وهي الستائر